اختتم معهد الدراسات القضائية الندوات وورش العمل التي نظمها مؤخرا بمناسبة يوم المرأة البحرينية في المجال العدلي والقانوني للعام 2016 حيث نظم صباح اليوم محاضرتين حول خصوصية المرأة في إجراء الدعوة القضائية وتعزيز النفاذ المتكافئ للحق في التقاضي بيّنت فيها المحاضرتين الحقوق القانونية للمرأة في هذا الجانب الزميلة خولة لجرانيس حضرت الندوة ووفتنا بالتقرير التالي بعد عدة محاضرات نفذها معهد الدراسات القضائية للاحتفاء بالمرأة القانونية والعدلية بمناسبة يوم المرأة البحرينية اختتم المعهد اليوم محاضراته التدريبية بمحاضرتين تم التركيز فيهما على حقوق المرأة في الدعاوي الجنائية والتقاضي والذي يعد من أهم الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها الإنسان في المجتمع تناولنا في المحاضرة خصوصية المرأة في إجراءات الدعوة الجنائية بالنسبة لموضوع مرحلة جمع السدلالات والتحقيق ومرحلة تنفيذ العقوبة وإن كانت مرحلة جمع السدلالات لا تشملها مراحل الدعوة الجنائية ولكن المرأة لها خصوصية فيها كما باقي المراحل الأخرى نتمنى أن هذه المحاضرة أدت هدفها في توعية الحضور في أوجه الخصوصية التي نص عليها المشرع البحريني للمرأة في العدالة الجنائية اليوم إن شاء الله ستكون المحاضرة بالنسبة للمجلس العلال القضاء والتي سأقوم بإلقاءها في النفاذ المتكافأ للحق في التقاضي كيف قطعت البحرين شوط كبير في إدماج الجانب المجتمعي الكبير للمرأة ودورها وعلمها في القانون من خلال ما تقوم به يعني نفاذ متكافأ للمرأة تعرف حقوقها تعرف أن لها حقا في التقاضي وهذا الدور وهذا الحق متساوي مع الرجل المحاضرتان استعرضتا عدد من التجارب المتعلقة بخصوصية المرأة أوضحت فيهما الحقوق القانونية الخاصة بها بالإضافة إلى التركيز على مفهوم الحق في التقاضي من منطلق أهميته في الدستور ومدى تكافؤ حق التقاضي بين الجنسين وقد أجمعت القانونية على أن المحاضرات المتنوعة التي حضرناها طوال الفترة الماضية فتحت لهن المجال للتعرف على المزيد من الخبرات القانونية عديد من ورشات العمل والمحاضرات والندوات التي قام فيها مع الدراسات القضائية بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة تخصيص يوم المرأة البحرينية المرأة في المجال القانوني والعدلي واستفدت الكثير منها وأضافت لي الكثير وأتحولنا الفرصة للتعرف على هامات والرائدات في المجال القانوني والعدلي هذه المحاضرات بالعادة تثريننا في المعلومات القيمة لنستفيد منها في مجال عملنا في تعاملنا مع المرأة وقضاياها خصوصا مع صدار قانون الأسرة اللي هو قانون العنف الأسري أصبحت هذه المحاضرات بالعادة أنها كورش حتى نعتبرها أنها كورش تدريبية في كيفية التعامل مع هذه النوع من القضايا وحتى في إطار عملنا أساسا في نيابة الأسرة والطفل محاضرات متعددة ورش عمل متنوعة قدمها معهد الدراسات القضائية تزامنا مع يوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي فهذه البرامج أكدت على الحق الأصيل للمرأة البحرينية الذي كفى لها الدستور وأكد عليه ميثاق العمل الوطني خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين